اكد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا خلال الكلمة السامية في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس على ضرورة الحرص على تماسك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نعم ولطالما شددت خطابات جلالة رعاه الله على المضي قدما لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو أهدافها النبيلة تأكيدا للعلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين دول المجلس ومواطنيها وسيبغى التمسك بالعمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة من ثوابت البحرين الوطنية والقومية وأيا كانت التحديات وأن بلادنا تعتز بالمسيرة الخليجية المباركة وتطلع لأن يعود العمل ضمن مسارها الطبيعي تحقيقا للأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تصبو إليه لتوحيد الصفوف وتغريب القلوب وتنمية المصالح المشتركة إيمان عميق بأهمية منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبرت عنه الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس حيث جدد جلالته رعاه الله خلالها على ضرورة الحرص على تماسك مجلس التعاون والمضي قدما لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو أهدافها السامية النبيلة تأكيدا للعلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطنيها وما يجمع بينهم من وشائج وروابط القربى والتاريخ المشترك والمصير الواحد الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الروابط والتنسيق بين دول المجلس تعبر عن إدراك جلالته وإيمانه الثابت بأن تلك الأهداف السامية كانت بمثابة مبادئ راسخة حافظت على كيان مجلس التعاون وحققت العديد من الإنجازات المهمة في مسيرة المجلس المباركة التي رعاها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم بحكمتهم المعهودة منذ انطلاق مسيرة التعاون الخليجي قبل أربعين عاما كما جاءت الدعوات السامية من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتعزيز القيم المجتمعية والعادات والتقاليد النبيلة الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف والمصير المشترك لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة تعبيرا عن إيمان جلالته الصادق بأهمية ترسيخ القيم السامية وتعزيز الوحدة الخليجية وما حققته مسيرة التعاون المباركة من إنجازات متميزة في مختلف المجالات لصالح شعوب دول المجلس